طب بما ان احنا بقى في سهرانين انا وانت فينا حاجات من بعض كتير انت راجل بيتوتي جدا وتحب قاعدة البيت صح وما بتخرجش كتير صح قصة انا نفس الموضوع يعني انا بقى لي 3 أسفيع بسافر مثلا في الساحل طب كل محد يكلمني يقول لي طبعا انت خاربها في الساحل قولهم على فكرة انا ببتحركش من البيت انا متع في حياتي قاعد في البيت مع عيالي ومبسوطين ومنصيف مع بعض وننزل بحر وسيل عوامات وأكل انا اعمل جدا جدا هل انت خارج منها ما تقولي في الحفيدي يعني لا انا بحب البيت بحب البيت وبحب الاطفال جدا ومش خرجاتي قليلة بخرجوا كل حاجة وكده بس ما يعني مش من نوعية الناس اللي فاتح حياته قوي بس زمان كنت كده بتاني يعني قبل الجواز يقولوا انت كنت مولع لك واس ان احنا اتجاوزنا تلمينا ربنا كرمنا اتجاوزنا اتحدينا تحس ان احنا تهدينا بس الصهر زمان بقى احلى ولا دلواس والله مش حاجات حلو اه في حاجات حلوة زمان وفي حاجات حلوة دلوقت ولو رجعنا بالزمن بقى زي الفيلم الجديد بتاع هل انت ترضى يعني تعالى انا ما شيرت في الفيلم القديم ده اه لان عندي ثلاث سنين ساعته معقول والله عملت شط مع الأستاذ عاد الامام ربنا اديله الصحة يا رب ويخليه لينا كلنا ومدام لبلب عندي ثلاث سنين في الفيلم ساعته حاجة فضيحة كده لا بس ما عملت حاجة تانية بعديها صح المشبوه متى عملت المشبوه طبعا صح ده كان الناس كلها طبعا استاذ عاد الامام وسعاد حسني وسعاد صالح الله ارحمه حتة فيلم ومش شغلتش معهم تاني منت ساعتها لا لا أصلا علاقة باستاذ عادل في البيت وعلاقته بابويا وعلاقت برامي فهو اللي جابني في المشبوه حاجة أربع سنين كده وفيلمه وضرب نار وأكشن وعليش شريف حاجة لكن ده علامة من العلامات يعني تعرف زمان ساعتها الفيلم مكانش بالإراد كان بالأسابيع فعندي لسه حتة ورقة جورنان كريم في عافل أسبوع تسعة وتلاتين لأتبعين فده رقم كان في السينما تعال تعال نفتيكر كده يلا باش الفيلم ده يا نهاري سود ده كريمة عبدالعزيزة جماعة اتعرف لو كنت مصرف قد ايه في اليوم ماذا لو كنت تلبسها الصبح ملبسهاش بالدين زمن ها فضيح لابس كتعمر برضا مش شاي مش شاي قالت طيب اللي جيت لواحد جبتش رجالة معايا لا بقى صاحب بسكة مناورة بطر ما يخليك ما قلت ليش بقى مين رجالة اللي معايا لا خليها مفاجئة زكة عام اتراب دي هاد قالو زكة عام ما تخصوش على الوعد الوعد لها ايه عام الفضايح لانت ايه ده انت كنت زال امر عايز قولك يا عالي شابه عالي ابن جدا على فكرة اه والله اه والله لا هنيجي العالي قدام شوه احساسك ايه بقى وانت اصلا يعني النهاردة الواحد كان بيتمنى يتمني بس يشوفه الاستاذ عاد الامام اه طبعا والاستاذ عاد حسني والاستاذ عيد صالح يتمنى يشوفه احساسك ايه وانت عبقى بيتمثل معهم عادي ولا فهم حقك كنت صغير مش حاسس كده ولا فهم حقك والاستاذ عادل استاذ سعيد مفهام مني ان احنا عاملين عصابة عشان نصوره اصلا التعامل مع الطفل في التصويت ده شيء اه مش اقال للك انهم بيمثلوا لا 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 عاملوا عليك عاملين عصابة واحنا جينا نهزر عشان الفيلم يكمل اه اه لو كنت توعى بس ان انا شغال مع الاسماء جيسة عم فيلم بعيدا عن كريم او الفيلم ده بالذات انا وجهة نظر من اعظم افلام السينما الله امير حتة فيلم وخرج بعدها الاستاذ عادل وسعد حسن الله رحمه عملوا حب في الزنزانة بعدها اه لا حاجة عظيمة فبقولك يعني توهوا الموضوع والتعامل مع طفل جايين نهزر جايين نعمل عشان الشغل يمشي اه اه